صباح الخير من جديد وهلأ وصلنا لفقرة التغذية ومعنا روباء مشربش أخصائية التغذية اليوم رح نحكي عن الديتوكس دايت أو رجيم الديتوكس لنعرف أكتر عنه أكيد رح نحكي مع روباء صباح الخير أهلا روان كيفك؟ شاء أخبارك تمام أنا بسمع صراحة عن الديتوكس وحتى أنا ورشيد كنا نحكي الصبح عنه إيش الديتوكس أنا ما بعرف صراحة كثير بس بسمع ناس بقولي دايت 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 أو رجيم الديتوكس إيش هو الديتوكس دايت؟ هو رجيم صار كثير شائع طلع بفترة يعني من سنين يعني وزات كثير هلأ عم استخدامه يعني كثير حتى مبسمع ناس بيجوا عنا على يادة أو من أي حدا أنه بدي أعمل دايتوكس إيش هو الديتوكس؟ هو أول إش ما إله أي أساس علمي يعني يقول إنه في عنا أبحاث علمية تؤكد فعالية هذا الرجيم بس رح نحكي مبادئه هلا في عنا عدة أنا حتى حاولت أشوف في كتير ناس كتبين كتب هي أجنبية عادة عن تجربة شخصية أو أشخاص من ناشرين كتب عن موضوع الديتوكس دايت بعتمد كتير على السوائل بعتمد كتير على الخضار والفواكه في أشخاص بيعملوا دايتوكس مثلا بيقول لك لف 3 أيام بيضلهم 3 أيام فقط على سوائل وفواكه وخضار أو عصائر فقط وفي أشخاص بيعدوا دايتوكس مثلا بيعد لأسبوع أسبوعين اللي هي بيعمل حمية فيها كمية كبيرة من المشروبات والعصائر اللي بتتحضر بيستخدموا كميات كبيرة من الخضار والفواكه بيلغوا اللحوم الحيوانية على الأغلب ممكن يستخدموا الأسماك الحبوب والبقوليات وأكتر إشي بيميز هاي الحمية أنه ما فيها الأكل المصنع أو البروست فود يعني ما في عندنا الأكل الجاهز الجنك فود أي إشي يعني كله برجعوا للطبيعة ما فيه أي إشي مصنع ما فيه سكر ما فيه سكر أبدا ما فيه كافيين لأنهم هم بيعتقدوا بهاي الحمية أنه إحنا منريح الجهاز الهضمي ومنقدر أنه من اسمها ديتوكس من ديتوكسيفيكيشن يعني أنه الجسم يتخلص من السموم اللي بجسمه هلا هي هيك الفرضية وهيك النظرية تعتل الديتوكس دايت طيب هل هي صحية رباب تعتقد أنها ممكن تكون صحية وإيش الصحي فيها إذا كانت بتها تكون صحية يعني هلا رح أحكي شوي عن إيجابيات بعض الأشياء بههاي الحمية ورح نحكي عن سلبياتها بس دا أصح مفهوم كتير مهم أكيد إحنا اللي بندخله لجسمنا من أكل بساعدنا أنه نحافظ على الخلايا الجسم أنه ما نراكم دهون نحافظ على الأوعية الدموية اللي عنا ولكن الجسم كمان قادر أنه يتخلص من السموم اللي بتدخل لجسمه بعدة آليات اللي هي عن طريق الكيلة عن طريق التعرق عن طريق أن الطرق الجسم بقدر يتخلص منها بالسموم فإحنا ما بدنا نعمل شغلة عشان إنه بس السموم تطلع من جسمنا أكيد إشي كتير منيح بهاي الحمية الإشي الإيجابي واللي أنا بحمس عليه اللي هو فواكه وخضار بكميات كتير كبيرة وهذا بحب إنه إحنا نطبقها من هاي الحمية حبيت من هذا الحمية إنه بشربوا كميات كبيرة من الماء حبيت كمان إنه ما بيأخدوا سكر وحلويات وأطعمة جاهزة أو نقدر نحكي مضافات وغيرها هذا إشي كتير منيح يعني هذا الجانب الصحي خلينا نقول من الموضوع بالضبط الجانب الصحي وكمان من ناحية إنه بيشجعوا كمان على البقوليات إحنا هلا بوقتنا الحالي عم نحكي مش ضروري كله يكون المصادر الحيوانية أو البروتينية من مصادر حيوانية مش غلط يكون عنا يوم بقوليات بالأسبوع اللي يكون عنا عدس، حمص، فصولية، حمص، فول بالضبط لازم شوي نتمد على البروتينات النباتية بس هدول الأشياء الإيجابية كمان بيشجعوا كتير يعني كتير من نسمع إحنا زي ما أنا عارضة قدامنا روان إنه المي بيأخدوها مثلا مع لمون مثلا هون مي مع القريب فروت بيستخدموا كتير الأوراق الخضرة يعني بيعملوا سموثي إحنا كتير عملنا حلقات عن العصائر عملنا عصائر بأنواع مختلفة وعملنا العصائر الخضرة اللي هي بيكون فيها سبانخ، نعنع، بروكلي وكل هاي الأشياء صحبت تذكر حضرت كتير حلقة هلا هدول الأشياء كتير منيحة هذا الإشي المفيد إذا من نحكي مثلا على المي واللمون كتير ناس أشألنا على المي واللمون حارق للدهون ومش حارق هلا من نهاية ناحية هو مش حارق للدهون أكيد إحنا ولكن لما نأخذ كميات كافية من المي إذا الشخص ما بيحب يشرب المي فاترة زي ما هي بدونكها مش غلط أبدا يضيف ليمون أو غريب فروت أو أي نعنع زي ما أنا حاطة هون مي ولمون ونعنع ما بيضور الجسم بالعكس بفيد الكلا من ناحية إنه زي ما حكيت بحلقة إحنا كنا نحكي عن حصوات الكلا قلنا المي من لمون لأنه لمون فيه سترك أسد مش الأسكوربك أسد مش الفيتامين سي نحن نحكي أكيد لمون فيه فيتامين سي بس منحكي عن مادة يتعطي الحموضة سترك أسد وهي سترك أسد بتساعد إنه تجنب الجسم تكون الحصوات يعني إحنا منشجع الناس لهم حصوات يشرب مية باللمون لأنه زي ما حكينا عند مادة سترك أسد بتساعد الجسم تحافظ على الكلا بتساعد على عدم تكون الحصوات ونفس الشي بنطبيق على الجريب فروت بس الأشخاص اللي بيشربوا مية بالجريب فروت ينتبهوا لأنه في كتير أدوية تتعارض مع الجريب فروت ما بدهم ينتبهوا إذا هم عم بياخدوا أدوية ولكن اللمون زي ما حكينا مع المية مفيد في ناس بصروا لمون على المشروبات زي الشاي برضو هذا إشي كتير منيح لأنه بيقلل من ارتباط مادة التانين بالحديد لأنه التانين موجود بالشاي بترتبط بالحديد وبتقلل من امتصاصه إحنا لما نضيف سترك أسد أو عصرة لمونة على الشاي بنساعد إنه ما يكتير يأثر الشاي على امتصاص الحديد يعني اللي بيحبوا يشربوا شاي بعد الغداء هاي صارت عندهم طريقة إنه إذا بعصروا لمون ما بتكسر الحديد يعني بيقلل من إنه عدم امتصاص الحديد خلينا نقول بالضبط بيقلل إنه من الآثار الجانبية وزي ما حكينا بس من ناحية إنه في ناس مثلا بيقولك بعد هاي الحمية إنه أنا نحفت اتحسنت على الأغلب لأنه خاصة اللي بيعملوا مثلا ثلاثيام فقط سوائل الوزن اللي بنخسره على الأغلب بيكون عبارة عن سوائل وميوم العضلات يعني أول ما نرجع ناكل رح ترجع يزيد الوزن فإحنا إذا بننطبق هيك حميات ناخد الإشي الصحي فيها ونطبق يعني إذا فيه في كتير شفت وصفات بيكونوا حطين فيها خضرة مع مي أو فواكه هدول صحيين جدا بيستخدموا كتير الفراولة بيستخدموا التوت البري بتحضير هاي الوصفات ما عنا مشكلة بالوصفات نفسها ولكن لازم يكون الغذاء كله بشكل عام متوازن طيب إيش سلبياتها خلينا نحكي كل حمياء كيتفق لها سلبيات وإيجابيات لو بنا نحكي عن الديتوكس دايت بالذات إيش السلبيات اللي إله هلا أهم سلبيات أول إشي كتير من الحميات هلا فيه حميات بتدخل مصادر الكالشيوم في ديتوكس دايتس بلغوا الكالشيوم أول من إذا نحكي المنتجات الحيوانية تماما هلا المشكلة بالإلغاء المنتجات الحيوانية هم بيحكوا إنه هذا بضر للجسم وبيكون سموم وغيرها ولكن هذا ما إله أي أساس علمي إحنا منخاف من إلغاء الألبان واللبن والحليب عشان موضوع الكالشيوم وإحنا منخاف عليه هلا هم ببرروه إنه في مصادر تانية للكالشيوم من المصادر النباتية إنه نروح على الأرض يشوكي نروح على الأوراق الخضران نروح على البقليات ولكن ما نعرف إنه الامتصاص الكالشيوم من المصادر النباتية ما بكون كتير كبير زي كاسة الحليب إذا بدنا نطبق هاي الحمية وحبي نلغي مثلا المنتجات الألبان اللي هو الحليب واللبن لازم نروح على مصادر حليب نباتية اللي هي زي الحليب الأرز بس هذا مثلا مش منيح لمرض السكري لأنه فيه نسبة نشويات عالية فيه حليب اللوز فيه حليب الصوية بديكون منتجات تانية تعاوض الكالشيوم لأنه بكون الكالشيوم مضاف فبنا ننتبه من هاي الحميات مثلا تأثيرها بشكل كتير طويل ممكن يأثر على الإعضام وقوتها تناول عدم إلغاء اللحوم بشكل كتير كبير أو الدجاج ممكن يأثر على الزينك والحديد والبيتولف يعني ممكن يصير في عنا تساقط للشعر ممكن يتأثر الجهاز المناعي ممكن يصير في عنا تقصف للأظافر يعني احنا أنا اللي حبيت فيها هاي الأشياء الأشياء الإيجابية ولكن إذا ضلينا نطبقها لفترات كتير طويلة كتير حيكون في عنا أثار جانبية طب شو الخطورة ربع الناس اللي بتتبعوا زييك حميات هل فيه ممكن يكون خطورة معينة أثناء الاتباع أو بعد ما يخلصوا هذا الدايت يعني هو زي ما حكيت روان إنه أغلب الناس بتتبعوا هاي الحميات أول إشي كتير في منهم لتخفيف الوزن إنه هم بدون ما يخففوا وزنهم وتاني إشي من ناحية الصحية ولكن كتير فيه أشخاص ممكن يتأزوا صحية من هاي وأنا شكفت كتير أشخاص أجوا لعندهم فقر دمحات جدا مخزون الحديد كان كتير واطي كان في عندهم فقدان كتير كبير للكتلة العضلية لأنه معظم هاي الحميات بتلغي النشويات إذا منتبع هاي الحميات ومنبدل النشويات بنشويات صحية أنا معها مثلا إذا مناخد بقليات إذا عم ناخد أرز أسمر بالعكس بس هم للأسف معظم هاي الحميات بتلغي النشويات تماما يعني بيعتمدوا على البروتين والمشروبات أو في منها اللي هي النوع السيئ جدا اللي هو فقط عصائر أو مشروبات طول النهار هاي سيئة جدا بنأثر زي ما حكينا على العظم على التركيز بتسوي تعب وإرهاق وزي ما حكي تقصف الأضافر والشعر يعني كل الجسم حتى بتحسي فيه شعرنا شحوب بالوجه طب روبا فيه منتجات كتير نحن بنعرف بالأسواق وحتى يمكن بمواقع معينة بالتواصل الشمعة بيعملونا إعلانات عنها صح إيش رأيك في هاي المنتجات أنا بحكي هاي وسيلة دعاية أو تجارية يعني كتير عم بيستغلوا لأنه زي ما حكيت قبل إنه الديتوكس نفسه ما فيه عنه أي أساس علمي يثبت إنه هذا إشي صح وأنا بس بعتقد فيه كتير منتجات ولكن ما إلها أساس علمي فإحنا ما ننتبه إنه كتير فيه أشخاص بصرفوا كميات هائلة من الأموال على هاي المنتجات وعلى الأغلب ما بكون فيه فائدة فائدة يعني لو نحن عملنا هاي المشروبات مثلا بالبيت بزبط أو للمون مع المي بزبط أو للمعنة حتى لو نعنة حطينا أو للمعنة أو للمعنة هذا بيغنينا عن إنه نشري هاي الإشاء ويمكن عم ندفع حتى مبالغ نحن حقها ونقدر نحضره في البيت أو العصائر اللي أنت كنتي زمان قلتي ممكن في حقات ماضية حضرتيها يعني أنا إذا أخدنا المبادئ إنه أخدنا الكميات كبيرة من المي العصائل اللي بتنشرب أخدنا البقوليات والأسماك بكميات كتير منيحة عم نعمل ديتوكس عم نقلب حياتنا لحياة صحية من غير ما ننتبه حميات خطيرة على الصحة طيب إيش تحبي تحكي شوي هيك عن يعني نصائح للناس اللي عم بتتبعو أو للناس اللي بتتبعو حميات بشكل عام خلينا نحكي يعني هلا بنا ننتبه أول إشي على دايما الناس على السريع إنه بروحوا على موضوع الحميات وإيش أنواعها بدنا ننتبه دايما لما نتبع أي حمية ناخد نعرف إحنا الأساس العلمي لهذه الحمية مين عم بيطلع هاي الحمية بدنا نعرف كمان شغلة إنه إحنا لما نعمل رجيم لأي شخص لتخفيف وزن كل حمية فرد بتختلف عن الثاني يعني كل شخص احتياجاته مختلفة كمية السعرات الحرارية مختلفة فما نعتمد أي رجيم موجود يعني على المواقع الإلكترونية أو من شخص ناخد إحنا أنواع رجيم لأنه رح يحضرنا أكتر ما تفيدنا لأنه كل شخص عنده احتياجات مختلفة ويعني بيختلف عن الشخص الثاني طيب روبا الديتوكس يعني إذا فرضا حدا بده يتبعه بطريقة معينة يعني نحكي بشكل سريع إيش اللي بتنصحي وإيش اللي ما بتنصحي خلينا نحكي يعني حدا إيش عندك على العياد وقالك أنا بدي أعرف فرضا إيش اللي أخده من الديتوكس وإيش اللي ما أخده هلا زي ما حكيت قبل إنه حكينا على الخضروات الورقية مثلا فيه عندنا البقدونس بس مثلا البقدونس بنا ننتبه لأنه فيه كمان من المشروبات اللي بحضروها بحطه سبانخ وبقدونس وكتير كمان بقدونس إذا كان الشخص عنده حصوات أو عنده مشاكل في الكيلة أكتر إشي بدنا نخاف من الكمية كتير كبيرة منه لأنه فيه مادة الأوكزاليت اللي ممكن تأثر على حدوث الحصوات فمنننتبه كمان لكمية المشروبات اللي إحنا مناخدها زي ما حكيتنا ناخد التطبيق اللي حبيته اللي هم بياخدوا 3 لتر من المي 2 ل 3 لتر بالمي هاي من الأشياء اللي إحنا لازم نطبقها وإحنا كأخصائين تغذية مندعي دائما لتطبيقها حبيت كمان موضوع إنه إحنا مننكه المي يعني أنا بعرف كتير من الأشخاص عندهم مشكلة بيشرب المي فإضافة النعنع في وفا إذا إضافة اللمون والجريب فروت غير الفيتامين سي قلنا السيترك أسد لموضوع الحصوات وتجنب الحصوات برضو عنا كمية فيتامين سي يعني عم بيكون المي فوائدها كتير أكبر بهاي الطريقة حبيت كمان لأنه هم كتير بدعوا لاستخدام العشاب البحرية والأسماك فهذا إشي كتير منيح وهي أصلا من الأشياء اللي إحنا دائما بنحكيها تنصحوا فيها بالضبط أنتو كأخصائين تغذية دائما بنقول إنه لازم مندخل الأسماك ولكن روبا هلأ فرضا الدايت العادي إحنا بنعرف إنه لازم تأسيم الصحين يكون في عندي خضار يكون في عندي نشويات يكون في عندي بروتين هذا ما بتعارض مع يعني إذا بدي أخذ الديتوكس أضيف خلينا نقول من الديتوكس على الرجيم العادي بدنا نعدله بدنا نعدل عليه تعديل ولكن ما بيختلف إحنا بنحكي عن وهي الأشياء اللي إحنا بنعرفها منك ومن رزاني ممكن لها تأسيم الصحين الكميات الغذائية اللي بناخدها يعني إحنا زي ما قلت لك هي مشكلتها كمان إلغاء النشويات بشكل كتير كبير يعني اعتماد على كميات كبيرة من البروتين وإلغاء النشويات هاي من الأشياء اللي كتير إحنا حكينا فيها بكتير حلقات قبل إنه إحنا لما نلغي النشويات بكميات كتير كبيرة راح تأثر على أول إشي لأنه النشويات هي المصدر الأساسي للطاقة راح تأثر على العضلات وكتلتها راح تأثر على الدماغ لأنه الدماغ المصدر الأساسي للطاقة لهو الجلوكوز الموجود في النشويات في أشخاص بيصير بعد فترة عندهم رائحة كريهة للفم لأنه كمان كميات كبيرة من البروتين وإلغاء النشويات بيصير في عنا بعض النتائج السلبية طيب إشي أخير بتحب تحكي ربا إشي أخير ننتبه لأي حمية عم نشوفها ننتبه شو هي ما ننتبه أي حميات موجودة هاد أهم الرسالة بدأوصلها لأنه الشخص لازم كل واحد احتياجاتهم اختلفة ونركز على شرب الماء كتير بالسوائل ويمكن مش أي منتجات نشوفها دائما معروضة في أي حال ونتفع حقها وإحنا في عنا أكيد بدائل يمكن يعني العصائر كلها بنقدر نعملها بمصادر طبيعية وفي عفكرة كتير أوقات مثلا المنتجات بتكون معينة إنه مي بليمون فأنا بقول ليه دائما نشري هالإشياء بنقدر إحنا نحط المي وإحنا نعملها بالضبط يمكن صحي أكتر من إنه نشري إشياء وزي ما قلت ندفع عليها كميات كتير كبيرة أكيد أشكرك كريبا شكرا ربا دائما اللي بتأدميننا إياها شكرا إليك اشتركوا في القناة